الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد يكره في الصلاة كل فعل يخرج الإنسان عن خشوع الصلاة ووقارها وعن حضور القلب فيها وعن الانشغال بما يقول في الصلاة أو يسمع وبما يدعو أو يذكر فالأصل في الإنسان إذا دخل في الصلاة أن يكون خاشعا يعني موصول القلب بالله لا ينشغل إلا بما يقول في صلاته أو يفعل كما قال الله تعالى في كتابه الكريم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون وكما قال ربنا جل وعلا وقوموا لله قانتين أي خاشعين وعليه فإن الخشوع في الصلاة يقتضي أن الإنسان ينصرف عن أي شيء يشغله في الصلاة لذلك من مكروهات الصلاة على سبيل المثال أن يدخل الإنسان إلى الصلاة بقلب مشغول بأمر خارج عنها يعني إيه نبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بحضرات الطعام ليه نهى عن الصلاة بحضرات الطعام لأنه ما ظنت أنك أنت وإنت واقف جعان شديد الجوع والأكل تحط هتبقى متعجل في صلاتك جدا عايز تخلص ودي مسألة خطيرة للغاية الله لا يريدك أن تدخل إلى الصلاة وأنت تريد أن تفرغ منها لا يريدك أن تدخل إلى الصلاة بنفس ملولة فإن الله يقبل على من يقبل عليه ولا يقبل الله الصلاة ولا الدعاء من قلب لاهن يعني مشغول بحاجة تانية لذلك إذا حضر الطعام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب الطعام وحضرات العشاء فقدموا الطعام على العشاء تتخلص أكل وتطمئن وتغسل إيديك وبعدين تقوم تصلي عشان تأخذ راحتك في الصلاة يعني لا تقبل الصلاة من الله لا تقبل بمعنى لا تقبل قبولا كاملا لا يكتب له تمام أجرين أجر كاملا إنما مش معناه أنه يعيدها يعني الأمر الثاني من المكرهات نهى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يصلي وهو يدافع الأخبثين نعم وهو عايز يدخل الحمام ومزنوء على الآخر فيقول قبل الوضوء ما ينتقى دل حأخطف العشاء على طول كده وأنت تخطف العشاء لا أخذت بلك أنت قريت إيه ولا تأملت ولا تمعنت ولا دعوت ولا ذكرت يا عم هيجرأ إيه لما تدخل الحمام وتقضي حكتك وتتوضى وتطلع تصلي كلها خمس دقائق يعني ولا أنت عايز توفر شوية الماء اللي أتوضى بهم لا يبقى يعني حاول أن تستحضر الهيئة الحالة البيئة الظروف اللي تخليك أنت واقف الصلاة تبقى خاشع ولا تنشغل بشيء خارج الصلاة لذلك الأعمال التي تقع في الصلاة وتشغل الإنسان في الصلاة عما ينبغي أن ينشغل بي زي إيه اللي واقف يتلف التلفط في الصلاة نحن في حلقة الأمس مع الأستاذ أحمد عربي قلنا أن الحركة الكثيرة التي يغلب على ظن من يراك وأنت تفعلها أنك لست في الصلاة تبطلها نعم يبقى اللي واقف دايما في حد حركة مش على بعضه مش قانت مش خاشع قد يصل به كثرة التحرك إلى إبطال الصلاة لكن الحركات السألة يسيرة اللي أقل من كده مكروهة نعم فاللي تلاقي واقف بقى حضرتك عمال يتلفط حواليه وكل ما حد يدخل من باب الجامع يبص يشوف مين اللي دخل نعم تمام وبعدين عمال يجيب آخر الصف في مين يجيب آخر الصف في شمال وبعدين يبص المروحة وبعدين يبص الجدران والعمدان يا عمي أنت في إيه ولا في إيه يبقى كثرة التلفط في الصلاة مكروهات أيضا كذلك النظر إلى السماء النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهي أن أقوام يعني في الصلاة أن يرفعوا رؤوسهم إلى السماء أو لا تعود إليهم أبصارهم يعني وعيد شديد جدا يا عمو أنت وافتصلي السنة أن تنظر إلى موضع سجودك وإذا كنت في الركوع أن تنظر بين قدميك وعند ابن حزم أن تنظر أيضا في الركوع إلى موضع السجود فيه إذن نطاق لحركة العين آخره إيه في الصلاة موضع السجود قدامك كده بس ما فيه شكتر من كده إنما بقى عينك اللي رايح جاية دي ده ينقص من الأجر في الصلاة وهو من مكروهات الصلاة كذلك تغميض العينين في الصلاة ما تدخليش الصلاة وتفضل واقف طول الصلاة مغمض عينيك تمام الإمام أحمد رحمه الله خالف الجمهور في أنه إذا كان إغماض العينين بقصد حضور القلب وزيادة الخشوع ما يبقاش مكروه الأصل في إغماض العينين إنه مكروه فلا ينفع تدخل الصلاة وإنت مغمض عينيك ولا تدخل الصلاة وإنت رابط عينيك الإمام أحمد استثنى من ذلك إذا كان إغماض العينين بقصد استحضر الخشوع أو حضور القلب يبقى ساعتها ما يجرش حال كثير من الحركات اللي ممكن تخرجك من جو الصلاة زي مثلا التخص الوضع اليديني على الخاصرة إنك تقف في الصلاة حتى تديك في نص لأن ده مخالفة لمندوب من مندوبات الصلاة ووضع اليدين على الصدر طب تسمح لسأل سؤال الدكتور في هذه النقطة الحركات العفوية بمعنى أنه أنت قاعد في الجامع فحد من العيال جه جنبك وانت بتصلي في المسجد مثلا فتلفت بسيط ولم تتلفت بعدها ولا قبلها لا اللي هي الحاجات البسيطة اليسيرة حركة زي دي لو تبطل الصلاة لا أبدا ولا مكروحة حتى الحاجات اللي هي العجلة الطارئة اللي ما غلبتش عليك في الصلاة وما أخذتش حيز من اهتمامك ده كله بيقع فيه يكمل الصلاة بشكل طبيعي طبعا لا يخرج من الصلاة ويبدأ من جديد أبدا على الإطلاق على الإطلاق بتلاقي مثلا حد وقع جنبك حاجة حصلت كله استثنائي فأنت إيه بتتحرك بتبص يمين شمال فالحاجة دي كانت مهمة بس أننا أسأل عنها لا لا ما يجراش حاجة أبدا مقصود هنا الحركات والكسيرات أو الحركة المستدامة في الصلاة نعم تفضل الحركة الكتيرة دي لو خرجتك عن جو الصلاة قد تبطل الصلاة نعم لكن الحركة البسيطة العفوية دي لا يستطيعني يحترز من الإنسان يعني حاجة خبطت جنبك صحة الصلاة كم يتفضل التخصر أنك تحط أدك في وسطك نعم ده ما نهي عنه في الصلاة لأنه أيضا هيئة بعيدة عن هيئة الخشوع وحضور القلب والاقتصال بالله سبحانه وتعالى كذلك أنه الإنسان يكون نعسان نعسا شديدا يدافع النوم وعنه يتغمض وتفتح وبيسقط ويصلي على هذه الحالة والنبي صلى الله عليه وسلم كانت ستنا زينب أم المؤمنين رضي الله عنه ربطت في بيتها حبلا سيدنا النبي قال لها إيه الحبل ده يا زينب قالت يا رسول الله إذا غلبني النعاس أتعلق به أنا بصلي بالليل وبنعس فلما نعس أو أروح حملة إيه أي موقفة عملة من شعلقة في الحبل ده الغاية ما فوق وصحة عشر دقيق كده ولا حاجة وبعدين أرجع أصلي فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالحبل فنقض وقال صلوا ما أطقتم الصلاة فإن الله لا يمل حتى تمل يبقى الإنسان له نعسان جدا وفيه متسع من الوقت ونعسان النعس اللي هو يخرجه عن جو الصلاة يعني لا مانع أنه يستريح نصف ساعة ولا ساعة حتى يستفيق ويحضر قلب ويدخل إلى الصلاة بنفس خاشعة نعم ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الشعر والثوب في الصلاة وعن اجتمال الصماء ودي حاجات كان لها علاقة بالبيئة العربية أيما نعم عشان نفهم اجتمال الصماء الذي ورد في الحديث في الصحيحين والنهي عن كف الشعر والثوب باختصار شديد العرب زمان أياميها ما كانش الثياب بتاعتهم زي ثيابنا الآن مفصلة نعم كانش عنده أميص وبنطلون وجلبية وعباية والحاجات دي ده كانت السياب بتاعتهم عبارة عن قماش إزار ورداء أو شملة الإزار قطعة من القماش تلف على النصف الأسفل من الجسم والرداء على النصف الأعلى من الجسم نعم والشملة هي ما يشمله الجسم الثوب واحد بيلفه على جسمه كله نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بعض الصور اللي كانت موجودة في زمانه وممكن نستفيد منها حاجات في زمانه نهى عن اجتمال الصماء إيه اجتمال الصماء إنه يجيبه الثوب الواسع دي لفوه به وإيديه من جوه الثوب فإيه اللي يحصل تقيد قدرة اليدين على الحركة والتكبير يعني عدم لا هيرفع إيديه عند التكبير ولا يحط إيديه على صدره عند القيام ولا إيديه خلاص تكتفت جوه وده هذه هيئة خانقة وانت واقف نتكتف كده نعم يعني هتفضل مشغول بإيديك اللي محبوسة جوه الثوب ولذلك أيضا إذا كان الواحد هيلبس ثياب الآن وهي ضيقة جدا واستفاد بقى في الصورة المعاصرة إيه اللي يناسب إذا كان فيه ثياب ضيقة جدا تقيد حركتك وإيه بعض الناس يجي يرفع إيده ومش قادر يرفع لأن الأمس مشدود الأمس ضيعة الآخر فمش قادر يرفع إيده يجيب أو البنطلوم مربوط جامد فتلاقيه بقى مش قادر ينزل يصلي يبقى ده دخل في صورة من صور اجتمال الصماء اللي كانت موجودة أيضا قالوا إن اجتمال الصماء دي لها عيب آخر إنه بيبقى احتمال لأن كان من صور اجتمال الصماء أنه يعمل إيه طبعا هو بعد ما بيلف السوب ده المفروض عشان يبقى محكم ياخد طرف اللي جاي من ناحية اليمين يرمي على كدفه الشمال والطرف اللي جاي من ناحية الشمال يرمي على كدفه اليمين قالوا أكان من اجتمال الصماء عند العرب أنه ياخد الطرفين ويرميهم على كدفه واحد وفي هذه الحالة لف السوب على الجسم ليس محكما في احتمال أنه هو راكع هو ساجد السوب يتفك تظهر عورته ويحصل حاجة من الحاجات فيبقى ده واجهة تانية وحكمة تانية من ناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن اجتمال الصماء برضو نستفيد من ناهي في الصورة المعاصرة أن أي هيئة للثياب رجال أو ستات ممكن تؤدي إلى انكشاف العورة المحرمة في الصلاة يبقى يجب على الإنسان أن يحذر منها يبقى ما تلبس ليش حضرتك بانطلون دي وصاقت زي ما بيعملوا اليومين دول بعض الشباب ويجي يدخل الصلاة فتظهر عورته أو بعضه أو جلبية بدون بانطلون تحت الجلبية تمام المهم أنه هو ما يلبسش حاجة تظهر عورته المغلزة لأنه ظهور العورة المغلزة يبقى للصلاة وكذلك في ست ما تلبس لناش ثوب يعني يا دوب هو ملمس الكعبين بالضبط يعرف أنه مدام ملمس الكعبين وهي واقفة يبقى بالتأكيد لما تركع فيه شبر من جرجليها يبقى ولما تسجد فيه شبر ونصها يبقى يبقى من البداية لابد أن تحتاطة إلى ذلك يبقى ده لنا نستفيده منه كف الشعر والثوب باختصار يعني معناها الكف الجمحة زي ما جي في في الإنفو داتا بتاعتكم الكف معناها الجمحة والمقصود أن يعقص كما فسر بعض الشراح الحديث أن يعقص شعره يعني هو يبقى شعره طويل فييجي يجي داخل الصلاة يروح ربطه بحاجة يروح ربطه بحاجة علشان يلم شعره فكرة يكفت شعره أو يكف شعره يعني يلم شعره أو ييجي بساعاته قبل ما يصلي بقى لابس عباية زي دي كده فهو مش عايز لعباية تسجد معه وعايزها تبقى سابتة فيروح شبكها بحاجة بين ربتي كده عشان يتلم ولا يتحركه بحركاته في الصلاة كل الحاجات دي شاغلة تمام ممتاز انت ربطلي بتاع شعرك بأستك ولا ما عرفش بيسموها ايه الحاجات دي وقاعد مشغول بشعرك وقاعد كل شوية تشوف ونزل ولا راح ولا زي ما هو ما تشغلش نفسك سيبه يا عم ينزل على الأرض ويسجد معاك كل حاجة ولا تشغل نفسك بهذا لا تخرج نفسك عن جو الصلاة بهذا الكلام أي حركة يعملها الإنسان تخرجه عن هيئة الصلاة يعد ترقع صابعه وبيصلي سيدنا من عباس عمل كده فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال له لا تفقع أصابعك في الصلاة ورح أقول له كلمة الأول كده شديدة عشان ينبهه يعني يبقى ده مكروه في الصلاة تمام كل شيء يخرجك إجمالا يعني عن خشوع الصلاة وحضور القلب فيها وإقبالك على الله فيها تخفف منه وتخلى عنه وتخلص منه واجعل الصلاة علاقة مباشرة يعني تجتمع نفسك واجتمع قلبك فيها على ذكر ربك وعلى رفع حاجتك وشكواك إليه فأنت في الصلاة في أعلى حالات القرب من الله سبحانه وتعالى كما قال الله تعالى كلا لا تطعه واسجد واقترب فاسجد واقترب وما تنشغلش بحكاتك تغطية الفم دكتور خلينا نختم بهذه الجزئة مما نهى عنه النبي أيضا السيدات تقول بالنقاب أو المسك الجديد ألا أنا أقول له حضرتك نقروه للرجال والنساء إنك تجي في الصلاة فتغطي بقى كوكيل الأنف والفم تمام أو تلبس النقاب بتاعها في الصلاة تلبس النقاب لما تبقى طالع عند الرجال الأجانب تمام التمام ما فيش مشكلة لكن في الصلاة يكره لبس النقاب واستثنى بعض المتأخرين من الحنابلة من الكراها يعني الضرورة زي إنها تبقى بتصلي في مكان يراها فيه الناس أو يبقى يعني فيه داعي ما من الدواعي يدعوها إلى أن تلبسها ولكن الأولى الحقيقة إن الراجل أو الست لو أنت لافف حاجة على بؤك أو مناخيرك أما تروح الصلاة نزل الكلام ده واخد بالك إلا إذا كان في ضرورة لابس بقى كمام كورونا فضرورة كلنا نلبس المسك ضروراته تبيح المحظورات نحن هنا نبي بيتكلم على الأحوال العادية الطبيعية اللي ما فيش فيها ما يدعو أنك تلفلنا وشك بحاجة أما إذا كان في داعي طبي أو داعي آخر معتبر لا مانع خليني دكتور أختم بهذه النقطة في هذه الفقرة حدوث المكروهات في الصلاة كيف يتم التعامل معها أخرج بين الصلاة ولا أصلي سجد تنساه ولا علي كفارة أعملها إزاي بقى يا أستاذ حسام المكروه عند علماء الأصول ما يساب تاركه ولا يعاقب فاعله تمام فاللي بيعمل حاجة مكروهة فاته أجر تركيها لكن لم يترتب على فعلها عقوبة نعم يبقى كل المكروهات دي من أولها الأخيرة لا تبطل الصلاة نعم فاتك أجر تركيها يعني فيه شوية أجر نقصه لكن لا تبطل الصلاة ولا تخرج من الصلاة بسبب مكروه من مكروهاتها ولا تعيدها بعد انقضائها لأن مكروهة من هذه المكروهات وقع فيها فقط تحذر من هذه المكروهات حتى يتم لك أجر الصلاة تاخد أجرها كامل إحنا مش عايزين أنك تطلع من الصلاة بسبعة من عشرة وبسبعة ونص من عشرة عايزين نطلع منها إن شاء الله بعشرة من عشرة ولا تسعة ونص فعشان نطلع بداي بأن أحذر هذه المكروهات وأنا أحرص على الخشوع وحضور القلب بتشكرك شكرا جزيلا دكتور حاتم عبد العظيم